في ليل بغداد ليس كأي توقيت عابر يوقف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سيارته التي يقودها شخصياً كما يقود برنامج الإصلاح يوقف الكاظم سيارته ليس وقوفاً أمام لغة التهديد والوعيد إنما ليعلن المواجهة في العلن ومن قلب العاصمة رسالة أولى يطلقها صانع القرار في وجه صناع الشائعة كما في كل موجة اعتداء على الدولة وهيبتها رسالة تقول بالصوت والصورة يحميه ضباط من القوات المسلحة لم يرافق الرئيس موكب خاص إنما يحميه شعار على أكتاف جنود العراق جيشه لغير رسالة ثانية في الصميم أو قل إنها واضحة كوضوح لقطات السيلفي التي طلبها مواطنون فرحاً برفقة رئيس وزرائهم إذن لم يتواجد الرئيس في ملجأ أو مقر كما تفبرك القصص كأن صناع الشائعات يستغفلون عقول الشعب العراقي يرد الرئيس بكلمة واحدة لا يكثر الحديث إنما يقطع الوعيد داعياً للهدوء بعيداً عن العنف أما إذا استمر المثيرون للتخريب لهم حينها تحدياً على نيب المواجهة الحاسمة أما الضرب بهيبة الدولة وسلطتها يأتي على لسان مجموعة تنطق بلسان التهديد لرئيس الحكومة لم يمر التهديد مروراً عابراً إنما كان رد الكاظم مترجماً لقوة الدولة إعلاءاً لشعار العراق أولاً النظر إلى لغة التوتر يعي الأمر جيداً فالكاظم أعلنها مراراً وتكراراً مواجهة لا تتوقف حتى يعود الأمن والاستقرار في معنى السياسي والأمني والاقتصادي صوت مفهوم كرئيس حكومة يرفض صوت النشاز الخارج عن القانون اليوم يعود مسلسل القناع الذي يرتديه البعض بشعارات مقاومة وزي غير رسمي مسلسل معهود بات العراقي يعرفه يشكو من فرط الموت والقتل الذي يتجرع كأسه في كل مرة إنما هي أجندات تحقق مطام عجارة أو نفوذ مظلم أما رئيس الحكومة ماض في مشواره حتى ينتهي وقت الخسارات اشتركوا في القناة